نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة مشيرا إلى أن الفيديو المتداول مزيف ولا يمت للواقع بصلة وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائيا وشدد المركز على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يتم إلكترونيا بالكامل وداخل كنترولات مؤمنة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صانعي ومروي ذلك الفيديو